اذا احنا نهارد نتكلمنا عن شوية حاجات مهمة جدا احنا نتكلمنا عن قضية وعملنا مبادرة ان احنا عايزين نمح الظلم من وصالنا ومن المجتمع بان نتبع وصية النبي المتبع وصية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نتخلص من هذه المظالم عارف المجتمع لما يتخلص من مظالمه بيبقى كائنه فاق بتحس كده ان المظالم بتكسح الناس بتخلي البيوت وكاينها فيها حالة من حالات العجز انا دايما بسمي البيوت اللي فيها مظالم او العائلات اللي فيها مظالم بيوت وعائلات عجوزة عارف بتبقى عجوزة ليه؟ لان الجيل الاول الجيل التاني بعده بيبقى جيل منقطع الصلة بأسرته بعائلته عايزين العائلات تتماسك وتفضل عايشة في صلة الرحم وتفضل عايشة في الجمال ارفع الظلم عن النساء في المواريث هتلاقوا الاسر بتتماسك وحتلاقوا الست ممتنة جدا جدا لأخوها اللي ادي لها مراسة وممتنة جدا جدا لعمها اللي ما منعش المراسة عشان من الأرض ما تروحش للغرب هتلاقوا فيه متنان في الاسرة هتلاقوا فيه حنان الأسرة والعائلة هتلاقوا بتتماسك وحتلاقوا الوجع اختفى من حياتنا وحتلاقونا وحدة وحدة السعادة بترجع لحياتنا هقول لكم حاجة وبقول لكم كده بكل صراحة الستات لما بتتوجع الوجع بيعمل دواير بتتسع دايما لأنها للأسف هي لو تظلمت بتورس مظلوميتها دي لأولادها وتفضل المظلومية دي مشية في حياته عشان تعيشوا في السعادة وتعيشوا في مدد ربنا ابتعتوا عن الظلم ده لأن الظلم ده ظلمات في الدنيا والآخرة وتعالوا نتكلم عن المبادرة دي وإحنا هنحط لكم المبادرة دي على صفحتنا على فيسبوك محدش يجي يقول لنا هو يا جماعة الخير مو الرجالة برضو بتظلم في المراس ما أنا مش قصدي كده أنا قصدي عن ظاهرة احنا نتكلم عن ظاهرة موجودة ظاهرة موجودة وترصدت في الدراسات الاجتماعية وترصدت حتى في الفن عندنا ظاهرة عايزين نتخلص منها عايزين نتخلص منها مش عشان حد بيتغطى علينا عايزين نتخلص منها لجل النبي عشان خاطر حبيبك وحبيبك والنبي صلى الله عليه وسلم عايزين نحس كده ان احنا بنطبطب على بعض عايزين نحس كده ان احنا بنحاجي على بعض عايزين نشوف كل وصية وصانا بيها حضرة النبي ولننفزة ومحدش يجي يقول لنا طيب اشمعنا في الحاجات دي بتجيب كده احنا ماشيين على وصية حضرة النبي في كل حاجة لما ييجي حد يقول لي اشمعنا يعني عدين تتكلموا عن كذا وكذا وكذا وصيبين الرجل هو الرجل بيحصل له نفس الظاهرة دي تعالوا نعيش مع وصية حضرة النبي واتخافوش المجتمع كل ما تخلص من الظلم كل ما بيبقى مجتمع عافي كل ما بيبقى مجتمع عنده مدد من مدد لله سبحانه وتعالى كل ما الناس احترموا الشخص اللي مش هيقدر يوصل لحقه بنفسه كل ما المجتمع ده كان مجتمع رحيم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء المجتمع المصري عايش بمدد ربنا وحضرتكم عارفين كده كفاية ان احنا نراهن على مدد ربنا خلونا نزيد مددنا واتزيد بركتنا في المجتمع